موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا ونحن نصحب حضراتكم ضيوفا في هذه الحلقة الكريمة على مائلة برنامجكم لغة القرآن ومن خلال قناتكم العزيزة الغالية الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا جل وعز زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الخيل معروفة ومن احرنجامها وقوفها على ثلاثة أرجل و جمالها بقوامها الفارع وقدها الممشوق وعضلاتها المفتولة وألوانها الزاهية وقفزاتها وقفزاتها الرشيقة أعبها الإنسان وعشقها من قديم تطاولت تطاولت السنون على الخيل وابتكرت قرائح الإنسان مراكبة عديدة برا وبحرا وبحرا وجوة ومع ذلك تبقى للخيل مكانته ومكانه في قلب الإنسان ووعي الإنسان لا تزال الأسر الثرية الوجيهة في أعرق الدول حضارات وأكثرها بذخا ورقيا في المستوى الاقتصادي لا تزال الخيول تتبوأ مكانتها يمتطون صهواتها وتقام لها المسابقات العالية الغالية فشهوة الخيل مركوزة في الطبع الإنساني والخيل معقود في نواصيها الخير وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير رمزا إلى مرابط الطائرات والدبابات والمدافع وقواعد الصواريخ كل عصر وكل بيئة بوسائل دفاعاتها ولم يقتصر التعبير القرآني على الخيل جاء بها معرفة لتعظيمها وتفخيم شأنها ثم وصفها بأنها المسومة والمسومة من ساما الماشية يسومها سوما وسوما مضعف ساما يعني التي ترعى ترعية مضاعفة وتعلم تعليما راقيا فتجدها آية في الجمال جسما وآية في النجابة والذكاء نباهة وحسن فراسة وآية في العدو والركض والسباق رشاقة وخفة حركة مغرم ومولع بها الإنسان وجيء باللفظ على اسم الجنس ليفيد الكثرة فاصل والواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخيل المسومة والأنعام الأنعام الإبل بأسنانها المختلفة وألوانها المختلفة وأحجامها المختلفة وأطوالها المختلفة وجمالها اللامحدود والبقر بتفاوتها في السمن والسن واللون والغنم خرافاً ونعاج ويلحق بها المعزو بين عنز وأعنز وجداء جمع جدي في كل متعة وفي كل شهوة فيها منها كلها من أصوافها وأوبارها وأشعارها نتخذ أثاثاً ومتاعاً إلى حين ومن جلودها نتخذ بيوتاً نستخفونها نستخفوها في يوم ضعننا وفي يوم إقامتنا منها نأخذ غذاءنا ألباناً ومشتقاتها ولحوماً نصنعها على ألف صنف وصنف ونتفنن في إخراجها أشهى ألوان الإخراجات ثم نحن لا نحرم من ركوب الخير والبغال والحمير والازديان بها ونحن لا نحرم من التمتع بمناظرها ومظاهرها وهي تروح بطاناً سماناً ممتلئات وتغدو في الصباح ناحلات جائعات كل ذلك لنا فيه جمال ولنا فيه متعة ولنا فيه بهجة ثم لا ننسى أن للحيوان أدواراً أخرى كانت حلت الآن محلها الآلات لكننا لا ننسى أصوات السواقي تدور بها البقر والجواميس وبعض الفلاحين كان يدير بها الإبل لتخرج الماء من الأنهار وأفرع النيل لتسقي زراعتنا وتسقي وتروي حياتنا من كل الجوامل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ثم والحرف الحرف لم يقل والأرض لأنه ليست كل أرض تصلح حرثها فسمت أراض سبخة مالحة لا مكان للحرث فيها والحرث هنا المراد به الحاصلات الزراعية ما بين نباتات على سيقان ضعيفة كالقمه والبرسيم والحلبة وما شاكل ذلك وهناك حاصلات على جذوع قوية كالحدائق الغناء بالأشجار العالية الشامخة الباذخة فهذا تين وتلك مانجو وهذه قمثرة وهذا تفاع وتلك جوافة وهكذا هذه الحاصلات تمدنا بمقومات الحياة كلها من الأطعمة والفواكه التي نتطعمها ونتفكه بها في راحة وسكينة ورفاه وانسجان فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آخر ما يمكن أن نقوله عن والحرف أن النباتات سواء كانت حاصلات حقلية أو أشجارا في الحدائق الغني الفيحاء لها دور رئيس في أول مقومات حياة الإنسان والحيوان وهو الهواء النباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسوجين فهي مع الإنسان والحيوان في عملية تبادلية تجديدية للهواء الذي يتنفسه كل فريق ثم يعقب الله على ذلك كله على الصنوف الستة التي أوردها النساء البنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة الخير المسومة والأنعام والحرث فيقول ذلك أي الذي مضى ذكره متاع الحياة الدنيا كلمة متاع كلمة تدل على أن المتعة فيه محدودة والإضافته إلى الحياة الدنيا تفيد أنه سرعان ما ينتهي ثم يقول ربنا والله عنده حسن المآب لا يخفى ما بين متاع الحياة الدنيا الفاني المؤقت الزائل والله عنده حسن المآب المصير الدائم الخالد الذي لا نهاية له وهذه المقابلة وهذا التقابل تؤكد المعنى وتوضح مضمون الفكرة وتداعب وتوقظ وتنشط وتفعل وعي المتلقي وقوله تعالى والله عنده حسن المآب الابتداء بلفظ الجلالة لملء الكيان الإنساني مهابة وجلالا وتنبيهه إلى أن الكلام القادم مهم وخطير والله عنده حسن المآب في هنا تكرير في الإسناد إزاي والله الاسم الكريم مبتدأ خبر عنده حسن المآب جملة وعنده حسن المآب جملة مستقلة صغرى حسنه مبتدأ والمآب مضاف إليه والظرف عنده في محل رفع خبر مقدم فكأن عندي جملتين جملة داخل جملة كل جملة فيها إسناد تكرير الإسناد ده لتقوية المضمون وتضخيم وتضخيم المحتوى والله عنده حسن المآب مآب ما أدراك ما هو هذا المآب حسن المآب ما ألشي الله عنده المآب إنما والله عنده حسن المآب يعني المآب الذي يستعق أن يوصف بأنه حسن عند الله ليس عند سواه أيها الإخوة المشاهدون الكرام هذا هو القرآن هذا هو البيان القرآني هذا هو الإعجاز هذا هو التذوق هذه هي الحلاوة تلكم هي الطلاوة هذا هو تنزيل الحكيم الحميد هذا كلام لا يشبهه كلام وستقوم القيامة وكمة القمم بلاغة وبيانا وإعجازا يتبوأها القرآن غير منازع لأنه تنزيل من عكيم حميد كلام الذي ليس كمثله شيء فهو كلام ليس كمثله كلام ورسالة هذا البرنامج إنما تتحقق في تذوق طعوم القرآن وتنسم أريج القرآن واستلهام إعجاز القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تحياتي إلى حضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر